الثالث ليكون البيع فيه ربع نعم شخ إبراهيم في السوبر ماركت يبيع ذهب وهذا جاء يريد يشتري هذا الذهب الخام قطع نعم واحد كيلو نعم تمام قال إبراهيم واحد مليون قال ما عندي مشكلة أعطيني واحد مليون خذ هذه بطاقتي وهذا كل شيء فقط أذهب إلى البنك الآن أخذ واحد مليون وأتيك مفهوم يعني قال له الآن ليس عندي كاش الآن خمس دقائق أذهب إلى البنك أسحب لك واحد مليون وأتيك خذ هذا ضمان الأوراق وخذ بطاقتي وبسبور وأتيك بعد خمس دقائق خرج خمس دقائق سحم من البنك وجاء أعطي اتفقوا على مليون قبرا أخذ الذهب هذا وأعطاه ما أعطاه المال قال خمس دقائق وأرجع لك حرام ربا تمام هذا زوجته قالت له هذا الذهب قديم لا أريد أريد جديد من عند الشيخ إبراهيم في المكان محل نعم زوجة هذا جمعت كل الذهب واحد كيلو قرام قديم واجاء إلى الشيخ إبراهيم قال أخذ هذا الذهب قديم وإعطيني ذهب جديد عشان زوجة ترضى عني نعم قال تمام أنا أخذ كيلو وأعطيك نصف كيلو جديد هذا يقول حرام ربا قال هذا قديم هذا جديد فيه فرق حرام لازم كيلو بكيلو قال أنت لو تذهب الآن تأخذ هذا واحد كيلو وتبيعه المبلغ قيمة نصف كيلو جديد هو يعني لماذا أنت تصنع هكذا خلاص أعطيني كيلو وخذ نصف كيلو جديد لا حرام خلاص ماذا يصنع هذا يذهب ويبيع الكيلو معه نقود الآن معه نقود كاش يأتي الشيخ إبراهيم وأشتري منه جديد حتى لو نصف كيلو لا إشكال الآن هكذا يصح إبراهيم قال لهذا اسمع تعال نحسب نعم هذا كيلو يضرب هكذا إبراهيم قال هذا كيلو يساوي مليون قيمته مليون في السوق الآن اختار جديد اختار هو كيلو جديد قال خلاص القديم بمليون والجديد بمليون ونصف تعطيني نصف مليون يصح لا يصح قال قال طيب مسألة جديدة لنا قال له هذا معاه كيلو قديم قال لماذا أنا أبيع للخارج لإنسان خارج أنت تشتري مني يا إبراهيم يشتري منه بشرطا لا يتفق معه أن هو يشتري منه بعده لأنه ممكن هذا يقول أنا أشتري منك القديم بشرط أن تشتري مني الجديد بأغلى هذا ربع أيضا حرم تحايل نعم طيب قال أريد أشتري منك كيلو ذهب بالتقصيد كريدت يعني كريدت شهر أعطيك يصح لا يصح لابد في بيع الذهب بالذهب من التقابض يقبض هذا ويقبض هذا في مجلس العقد ولابد من التماثل كيلو بكيلو وإلا كالربع نعم نعم إذن هذه ثلاثة أشياء تجعل البيع حرام هذه أعظم الموانع في البيع الغرر والجهالة والظلم والربع نعم نعم ممكن إبراهيم يقول اسمع تذهب تأتي بالنقود من البنك اجعل عندي الذهب اذهب جيب النقود تعطينا النقود أعطيك الذهب يد بيد نعم يصح